سمكة البلطي سمكة البلطي ويعرف الاسم الشائع لك بسمك المشط يضم هذا النوع من الأسماك ما يقرب من مئة نوع والتي تنضج جنسياً بعد عدة أشهر فقط لتتكاثر فيما يسمى بالزريعة الشكل الخارجي لسمكة البلطي تتميز سمكة البلطي بشكلها المغزلي والذي يسهل الحركة بالإضافة إلى جسمها المنضغط على الجانبين والمغطى جميعه بالقشور ماعد الرأس والزعانف وتنمو في الجسم طيلة حياة السمكة أما عن خصائص هذه القشور فتصنف بأنها قشور دائرية عبارة عن صفائح مفلطحة مستديرة تتكون من العظم وتكون في طبقة الأدمة فقط بها تجاويف شعاعية على حافتها الأمامية المنغرزة في الجلد وتبقى حرة من الخلف أما عن جسم سمكة البلطي فانقسم إلى ثلاث مناطق رئيسية وهي الرأس منطقة الجذع الذيل أولاً الرأس وهي المنطقة التي تبدأ بفتحة الفم الطرفية وتنتهي عند غطاء الخياشيم ثانياً منطقة الجذع والتي تبدأ من نهاية الحافة الخلفية لغطاء الخياشيم وتنتهي عند الفتحة الإخراجية كما لا يوجد اشتراك بين الجهاز الإخراجي والجهاز التناسلي ففي الذكر توجد خلف الفتحة الإخراجية فتحة بولية تناسلية وفي الأنثى توجد فتحتان خلف الفتحة الإخراجية فتحة تناسلية تليها فتحة بولية كما تتميز منطقة الجذع بوجود الزعانف التالية زوجين من الزعانف الصدرية وهي زعانف مروحية الشكل مدعمة بثلاث أشواك ومن تسعة إلى أحد عشر شعاعا زعنفيا أملس الزعانف الحوضية وهي زعانف صغيرة ومدعومة بشوكة قوية وأشعة زعنفية ملساء الزعنفة الظهرية وهي زعنفة فردية تمتد بطول الجذع وجزء من الذيل وتكون مدعمة بخمس عشرة إلى ثمان عشرة شوكة وأحد عشر إلى خمسة عشر شعاعا زعنفيا ثالثا الزيل وهي المنطقة التي تقع خلف الفتحة الإخراجية ويحمل الزعنفة الزيلية مدعمة بأشعة زعنفية ملساء فقط والزعنفة البطنية وكلاهما زعانف فردية وأخيرا يبقى الخطان الجانبيان لترالاينز العلوي والسفلي وهما من أهم ما يميز سمكة البلط وتتمثل وظائفهما في الوظيفة الحسية بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السمكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر